اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة في فيديو جديد والنهاردة هنكمل سلسلة توقعات وحلقات توقعات سنة 2021 والنهاردة هنتكلم عن برج مهم جدا في التشانل بتاعتي هو برج التور لعام 2021 برج التور يا جماعة ابراج لنسبة مشاهدتها علي عندي في القناة بجد اشكر كل المتابعيني من برج التور شكرا دايما ان انتو بتتبقوني بتخلوا نسبة مشاهدات برج فيديو سبع برج التور في العالي جدا جدا طيب برج التور انت من الابراج اللي كان سنة 2021 بصوا كان فيها achievement يعني ما كانتش سنة واحشة قوي كان فيها on و off كتير يعني حاجات on حصلت لك كانت كويسة وكان فيها ايجابية وحاجات off فبرج التور سنة 2021 ما كانتش الاسوأ في حياتك بالعكس انت كنت من الابراج اللي مثلا حصلت لك فيها حاجات ايجابية في نطاق العمل او في نطاق او في نطاق الفلوس كمان جات لك فلوس كويسة او opportunities كويسة في الفلوس يا برج التور يمكن ما كانتش احسن حاجة في النطاق العطفي بالعكس برج التور كان عندهم يعني صدمات كتير عطفية سنة 2020 كان عندهم فروق يعني تفارق او احساس بالوحدة احساس بالتور في 2020 كان عندهم وحدة كان عندهم احتياج للشعور بالحب في سنة 2020 ممكن ما تكونش وعدة برج التور بالحب سوعدته بحاجات كويسة طيب انا اتكلم عن سنة 2021 بالنسبة لبرج التور انا شايفاها ان هي سنة التجدد سنة الطاقة سنة تحقيق الاحلام بالنسبة لبرج التورس عندكو امنية سوف تتحقق يا برج التور في سنة 2021 امنية غالية جدا جدا على قلبك امنية مثلا كنت تتفكر فيها على طول نفسك تتحققها فعندكو زي اتشيفمنتس عندكو تعديل في حياتك المهنية في حياتك الشخصية في حياتك العائلية في حياتك العاطفية يعني عندكو تقدم فيه جميع مجالات حياتكو ما شاء الله تتشهود يا جماعة يعني هو برج التور انا كراشا هعتبروا ان هو من اكتر الابراج المحظوظة في عام 2021 على منطاق المهني وعالم نطاق العملي وعالم نطاق المادي والعاطفي كمان تعالوا انا نتكلم نبتدي بالحب سنة 2020 كان سنة كبيسة جدا جدا على الناس المرتبطين يعني الناس المرتبطين كان عندهم مشاكل كتير جدا او متجوزين كان عندهم ممكن تكون العلاقات وصلت لمناطق فاصلة فيه ناس ممكن يكون حصل عندهم انفصالات الا ان سنة 2021 بتوقيتكم ان دون هتبقى احسن وافضل اه ممكن يكون فيه بردو ستير مشاكل يعني يعني ياريت الناس المتجوزة او مرتبطة في 2021 من برج التور ياخدوا بالهم من النقاشات الحدة من القرارات المتسرعة يعني يخليك اكثر هدوءا في علاقتك العاطفال انا انا شايفة ان فيه مشاكل اه فيه مشاكل في ضيغوطات وفيه اضطرابات بس برج التور يعني يكون اكثر هدوءا في اتخاذ القرارات بس انا شايفة ان فيه ضوء طبعا يعني بمقاراتها بسنة 2020 لا 2021 افضل بكتير جدا للناس المرتبطين او افضل بكتير جدا للناس المرتبطين والناس يعني متجوزين طيب بالنسبة للناس سنجل او المنفصرين انا شايفة ان هو عام الحب يعني السنة دي يا جورج التورس هتقابل شريك حياة هتبقى علاقتك به علاقة مستمرة للفترة طويلة هتقابله حد يكون سول ميت بتاعك او يكون توقام روحكو عندك حب يعني هتقابله الحب اخيرا وسبيشيلي في اشهر معينة هقولكو عليها دلوقتي انا شايفة ان السنة دي تعتبر سنة مفترق طريق سنة فيها اتشيفمنتز كتيرة جدا خاصة في النص التاني يعني انت سوف تصبح اكثر حظا يا جورج التورس في النص التاني يعني من اول ابتداء من شهر ميل اللي هو شهر ميلادك تبدي تدي بقى الافراح والليالي الملاح عندك سواء في العاطفة او سواء في المال او سواء في العمل انا شايفة ان ممكن يكون عندك ارتباط او ارتباط علاقة تتوج رسميا في شهر اغسطس يعني ممكن تبتدي يعني تبتدي علاقة جديدة او علاقة رسمية تتوجنية تبقى علاقة فورمل يعني عايزاكو تهتموا بصحتكو شوية بورج التوريان دي الحاجة اللي انا ممكن اطلبها منكو عايزاكو تكونوا اقل جدية شوية يعني ممكن دي حاجة برضو تأثر عليكو شوية فعايزة التوري يقلل من الجدية بتاعتوه حاولي تقللوا جدية بتاعتكو خليكو اكثر انطلاقا اكثر شجاعة انتو بورج شجاع بصراحة حسنا عندكو كأن في صفحات هتتقلب يعني في صفحة هتتقلب من حياتك يعني عندكو نهايات وبدايات جديدة يعني نهايات الرادي هتاخدو نهايات بقى علاقات نهايات اشخاص وعندكو بدايات جديدة في كل المجالات ممكن يكون عندكو تغيير عمل واعتقد تغيير عمل او تغيير مثلا مكانك في العمل بس انا شايفة فيه ترقية فيه حظوظ يعني كبيرة جدا جدا لبورج التور في العمل يعني ما عندك ترقية يعني ما هتاخد تايتل جبير ويبقى عندك بحد ذو نفوذ حد عنده نفوذ عنده عنده باور عنده شخص عنده سلطة يعني ممكن يكون مديرينك في العمل مديرين مدير مديرك حاجة كده يعني انا شايفة بورج التور كمان جايلكو مبلغ مالي غير متوقع يعني ممكن فلوس غير متوقع مثلا ممكن يبقى بونس انت مش متوقع الفلوس دي مش عامل حسابها جايلكو وخاصة في اول نص الاول من العام وممكن يبقى اول ثلاث شهور من السنة جايلكو فلوس غير متوقع او اخر ثلاث شهور في السنة يعني ديسمبر هيبقى شهر حلو عليكو او ديسمبر 2021 ممكن يحطى عندكو احتفال في العيلة او ترقية او عرض في عندكو يا بورج التور عرض ممكن يبقى عرض عمل عرض السفر عرض حب عرض زواج عرض لا يفوت او ممكن يكون عندكو ضغوطات ممكن اتعرض عليك او سبتمبر نوفمبر ديسمبر او ممكن من اغسطس عندكو عرض قوي جدا جدا عرض حب عرض ارتباط عرض الزواج عرض وظيفة بس هو عرض حلوة جدا انا بشوف ان سنة 2021 هي من احلى سنين ممكن تعدي علي بورج التور استغلاها يا بورج التور اشتغل علي نفسك او ممكن يكون عندكو ضغوطات او في ضغوطات وخاصة ضغوطات دي ممكن تكون ضغوطات دي في العمل بالذات عندكو اضطرابات عندكو ضغوطات عندكو تحديات وفي العاطفة للناس اللي متجاوزين يعني اكتر جزء هيبقى عندهم شوية ضغوطات الناس اللي بتشتغل هيبقى فيه بس شايفة ان في الاخر اطلع يا بورج التور انت هتنجح مهما قبل اوكي فانا شايفة ان بالرغم من كل الضغوطات دي بس انت هتعديها حتى لو كانت فيه صعوبات وكمان في الزواج الناس اللي متجاوزة او مرتبطة ورضو ممكن يكون عندكو يعني اضطرابات شايفة ان عندكو فيه تأثير كل كوكب قرانوس على بورجوكو ان انت هيبقى عندكو تغييرات يعني هيحصل تغييرات شايفة بورج التور هيتغير شخصيته وتتغير انت هتخرج عن شخصيتك الروتينية هتبقى شخص منطلق اكتر شجاع اكتر هتنامي ثقافتك هبقى عندك كومينيكيشن سكيلز كويسة جدا على فاكرة ممكن يحصل اتصال ما بينك وما بين شخص من الخارج او ناس اجانب او ناس مش من جنسيتك ويبقى ليهم تأثير قوي جدا جدا عليك في حياتك انا شايفة ان هي سنة فيها ابداع فيها نجاحات فيها تقدم فيها تصالحات يعني الناس المنفصلة عندكو تحقيق امنية عاطفية لو انت مش مرتبط وتشعر بالوحدة وتظهر على شريك حياتك هتقابل شريك الحياة ده لو انت منفصل عن حد انت بتحبه جدا وبتفكر فيه نفسك ترجع له هترجع له السنة دي عندكو فيه امنية هتتحقق في العاطفة اوكي يا برج الطور عمر بخلص فيديو انا شايفة ان عندكو ابواب النجاح مفتوحة كلها ابواب الرزق ابواب الحظ فهي سنة مهمة سنة مصيرية لازم تستغلوها كويسة برج الطور لازم تشتغل على نفسك وتبزلوا مجهود لان هي سنة مهمة جدا جدا في تاريخكو وهي استعداد لسنين اخرى قادمة يعني انا شايفة ان هي سنة تقدم هتستمر البرحلة جاية فانت كأنك بتبني كأنك انت بتحط حجر البناء فشايفة ان فيه ابواب فرص كتير حلوة فرص نجاحات فرص تقدم فرص حب جديد يعني بجد يمكن اكتر حاجة هتلاحظها موجودة ان انت يعني عطفيا هتنتعش جدا جدا يا برج الطور فيه كوكب فيه كواكب هتكون ليها تأثير عليك زي يعني مثلا اورنوس هيحضل لك مفاجئات ممكن يكون هتبقى اكثر تمرد يا برج الطور يعني هتبقى متمرد اكتر تمردك هيزيد عندك سفرة ممكن تسافر للدولة مثلا اجنبية او مرة تسافرها زي ما قلت عندكو ترقية و دي برضه حاجة من الحاجات الكويسة جدا جدا بس برضه بحاضرة الناس المتجوزيه ممكن تقصل مشاكل عاطفية او مشاكل مشاكل يعني تتخلقوا مع بعض في اخر سنة فاحاول ان انت تلم الدور لو انت الراجل لو انت الست برضه حاول يتلم الدور јا بورو يعني حاول ان انت تمانجوا الموضوع عندكو تحرر من قييوات كتيرة جدا جدا في حياتكو سنة 2021 يعني في حاجات مثلا قيود روتين معتقدات حاجات كتيرة ممكن تكون مؤثرة عليك لأنا شايفة ان انت هتنطلق ويعني هتشتعل يا برج التوري نجمك هيلمع هتشتهر لو انت شخص بتدار على شهرة وانت بتشتعل في ستواشل ميديا وليك علاقة بحاجة ليها علاقة بالشهرة فانا شايفة عندكم شهرة كمان يا برج التوري عندكم تقدم بس حاولوا بتدرسوا مصرفكو شوالي شايفة التوري عنده فلوس يعني حاولوا ان انتو تخالي بالكم من مصرفكم لانا ممكن يجيلكو فلوس خلوة بس تصرفوها كلها برج التور ممكن تزيد مسئوليتك العائلية وتزيد مسئوليتك الاجتماعية والمهنية لفترة الجاية دي يعني تخط عليك مسئولية جديدة في حاد بيقول انت بيبص في يعني كده اكيد انا مش عشان يعني بوينتس كده فبس بلقط عشان يعني اكمل يعني اكيد طيب شايفة فرص الارتباط هتزيد في شهر ميلادكو في شهر خمسة وفي شهر اغسطس وفي شهر يعني ايه النص التاني يعني خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حد تسعة طيب ممكن في ناس يبقى فيه تحدي فيه تشالنج في الشغل عندك فيه ضغوطات قولي اعمل حاجة عمر هيقولكو حاجة جماعة يلا تلدم ميش عمر عايز اقولكو حاجة مهمة جماعة ميش كورس باس اوه تانكي يا منتي اوه عمر جي وقع الكاميرا ومشي ااااااا طيب انا شايفا بجد هي سنة جميلة سنة مليانة مليانة تقدم مليانة جاهح مليانة اااااا فرص عمل حتى ناس اللي مش بتشتغل في برج التور بوعاتكن ان شاء الله وإسنا لإننتو لو بازلتوا مجمود هيبقى عندكو حظ ان انتو تلاقيوا شغل مناسب لكو ااااا سنة فيها فيها إبداعات سنة فيها تفوق شهرة هتبقى تحت اللايتس يعني برضو شايفة ان اي قرارات فيها امضاءات عقودة او قرارات مهمة عملية او عاطفية يعني يفضل اخدها في شهر نصف التاني يعني دايما اللي هو مايو ويونيو يوليو اغسطس وسبتمبر لان هتبقى عندكم الحظ بيه اوفر او يبقى عندكم فيه دعم من الكواكب سنة حب يعني هتحب يا برج التور اخيرا فخلوا طقتكم مليانة تفاؤل يعني نعرف ان برج التور كان من الابراج اللي كان بيعاني من الوحدة وبرج التور الابراجر منساك جدا الابراجر العاطفية اللي بيحبوا يحبوا يحبوا ويعيشوا قصة حب فهوما كانوا متضايقين ان هم حاسين بالوحدة حاسين ان هم معندهمش حد يحتويهم لأ فانت هتلاقي البورتنر المناسب لك يا برج التور باشكركم باتمنى لكم كل الخير وكل وكل الحظ وكل السعادة باتمنى ان شاء الله بزنال كل احلامكو تتحقق لان عندكم تحقيق الامنية غالية جدا جدا على قلبكو اعملوا شعر كتير لاصحابكم من برج التور بحبوكو جدا جدا يا برج التور باي باي شوفكو في فيديو تاني يا مامي انا هنام هنا